نظمت أمانة حزب حماة الوطن بمحافظة قنة مؤتمرها الجمهوري الثالث لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 من جانبه أكد الحسن علي عباس أمين حزب حماة الوطن بمحافظة قنة أن الحزب يدعم ويساند ويؤيد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خاصة بعد الإنجازات والتطوير الذي شهدته مدن ومراكز محافظات الصعيد المختلفة نحن طبعا جئين نهاردة عشان نقول للمواطن الدشناوي انزل وشارك في الانتخابات مشاركة فعالة ومشاركة قوية لأن معالي الرئيس يستحق مننا وواجب علينا أن ندعم فقامة الرئيس نظرا للإنجازات القوية التي قام بها خلال عشرة السنوات السابقة نظرا لموقفه الواضح والقوي من حرب إسرائيل على غزة طبعا نحن ندعم المواطن الدشناوي نقول له انزل وانتخب يوم عشرة وحداشرة واثناشرة إن شاء الله تعالى نحن كنا في مرحلة صعبة وظالمة ساعة انطلق بنا من مرحلة ظالمة تماما إلى مرحلة تقدم وتنمية ويكفينا فخرا أن نحن الآن بنا أصحاب قرار تنمية كثيرة جدا في المجال الزراعي الاقتصادي الصناعي الطرق الكباري وغيرها وإنشاء مدن جديدة جدا فالحمد لله نحن وصلنا إلى هذه المرحلة ما كنا نشأ نتوقع نوصل كده وده إن شاء الله يعني سيكون رد جميلة ساته وظاثقين تماما أن 20-30 ستكون مصر في مصاف الدول العالمية اقتصاديا وعسكريا وزراعيا وسياحيا إن شاء الله عايزين صورتنا قدام العالم تكون صح عايزين مصر تظهر بالصورة الحقيقية الشعب المصري يظهر بالصورة الحقيقية انزل وشارك وانسى ناجح ناجح وبإذن الله الرئيس عبدالفتاح السيسي هو رئيس الجمهورية 20-24 في انتخابات رئاسية جدا إن شاء الله التحية وتأديل كل أبناء محافظة قناء وبندعوهم جميعا للنزول والاستفاف صف واحد عشان الانتخابات الرئاسية إن شاء الله بإذن الله عايزين نقول ونذكر كل أهلنا في محافظتنا وعلى مستوى جنوب الصعيد عن المسئولية الوطنية المسئولية الوطنية حضرات هي حق أصيل لكل مصري لابد أنه يراعي حقوق وواجبات الدولة احنا حاليا في موقف فعليا هو خطير جدا فعلا مصر محتاجة لجهود كل أبناء المصريين مصر يا جماعة محتاجاكم كلكم عظيمات مصر ودورهم الفعال فأي استحقاق دستوري سواء انتخابات رئاسية أو استفتاء على الدستور أنا بقول إن إحنا حاليا لابد من الاستفاف الشعبي والجماهيري من كل الأحزاب والكينات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني لابد إن المصريين يدوا ملحمة جميلة ورائعة للأداء الناجح والفاعل والجاد والإيجابي لانتخابات الرئاسية